اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالميزان معاكم نادية علي المحامية النهاردة هنتكلم عن موضوع قالب السوشيال ميديا كلها وقالب الدنيا كلها وهو زواج التجربة ولكن انا ما كنتش ناوية خلص اتكلم في الموضوع ده ولا نعيره اي اهتمام بس للأسف الاستاذ المحامي اللي ابتدى علينا هذا الزواج من 4 ايام بالضبط عمل كتاب وسمى الكتاب زواج التجربة وكاننا منزل بوست بياخد رأي الناس في شكل الغلاف استفزيني اوي شكل الغلاف اللي هو منزله وكأن الستات بقت كلها يعني فتاة ليل وبتبيع الهواء وهستعرض معاكم الصور هو كان منزلها وبيسألنا اختار اني واحدة فيه دي ولا دي ولا دي عشان عملها غلاف للكتاب وبيتباهق ان بقى فيه ما شاء الله اعداد لا حصر لها من الستات اللي هي يعني اقبلت على هذا الزواج ننزل الاول يا جماعة بس الصور نشوفها الاول عشان استعرض مع استادة المشاهدين الكتاب والغلاف اللي خد رأينا فيه وبعد كده نتكلم على زواج التجربة ومدى مشروعيته طبعا يعني الصور معنا هي اول صورة هتنزل دي اول صورة للغلاف اللي الاستاذ احمد مهران بياخد رأينا ايه رأيكم نحط الصورة دي ولا فيه صورة تانية دا وهو بيتباه بالغلاف بس فرحون بيه ايه رأيكم يا جماعة في الصور المعروضة على الشاشة دي زواج التجربة الدكتور احمد مهران والصورة مستفزة اي حد يشوفها هيغير على بناته هيغير على بناتنا على زوجتنا على اخواتنا يعني مدى قابلة للسخرية اه انما ما ينفعش ناخدها كتجربة ولا نعاول عليها ولا ناخدها حتى مدى للحديث ولكن انا غيرت موضوع الحلقة نهاردة تماما بسبب الصورة حقيقة شفتوها دي نتكلم عن الجواز طبعا جي رد شيخ الازهر قاطع وحاسم واشفالي غليلي اما شخصيا الزواج نساق غليظ لايه جوز التجربة فيه انتوا بتجربوا بناتنا بتجربوا شرع ربنا طيب هو ايه الحرام في جواز التجربة زي ما قال الازهر وشيخ الازهر انا لا اصلح ان اكلم في الحلال والحرام ولكن رأي الازهر يحترموا احنا يعني هو بيقودنا كأمة اسلامية فجيه الازهر قال ان الزواج ميساق غليظ دائم دايموما الى ما شاء الله والله حصلت بقى خلافات فربنا سبحانه وتعالى لمشارع الجواز كان قادرة من الاستاذ احمد مهران ومن غيره بلا هيحصل سواء بالجواز او بالطلاق فلما يجي النهاردة الاستاذ الزميل يقول لي لأنا هعمل ثلاث سنين علشان خلال الثلاث سنين داول والله لو اتفقنا والدنيا مش تحله اكملنا الدنيا مش تمام يبقى اللي غلطون هو بقى ايه اللي يسيب كل حاجة ويخرج من هذه العلاقة والله يا سيد احمد انت مش ارحم بينا من ربنا سبحانه وتعالى ولا اعدل بالزوجات من ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق ومش كده وبس والخلع كمان طب لما الزوجة هي اللي بتبقى كارهة ومش قادرة تكمل بتعمل ايه بترد عليه حديقته بتدي له مقدم الصداء اللي دفعه الجنيه يعني لو لي جنيه هيغضب بتفتدي نفسها فاللي هو بيقوله ده هو مش جديد ما اخترعش حضرته يعني اختراع جديد عشان يقلل من نسبة الطلاق ولا حاجة بالعكس ده بقى سلاح ومش سلاح ذو حدين لا هو حد واحد بس اضرارا بالمجتمع الماضي ما هي كانت نقصاص نيجي النهاردة علشان نقول لا العقد بيقول ايه انا في ايه دي عقدة هو كل واحد بقى ايه اقصاد التاني بالعقد اللي في ايده فالعقد بيقول ايه ان انا لو انا اللي قرارتي ان انا عايزة اتطلق فاسيب بقى خلال يعني خلال الثلاث سنين او الخمس سنين على حسب تعبير الاستاذ يبقى انا اسيب حوقيه كلها فيبتدي الطرف التاني يقرهني في عشتي ويقرفني عشان ااخد قرار الانفصال فبقى هو كسبان فهنمشي بقى طول الوقت بقى في البيت انا بقى ايه معايا العقد بتاعي رفعه في وشه وهو معايا العقد بتاعه رفعه في وشي ونتقابل في المحاكم انت ما انت وصلتنا لمحاكم يبقى العقد ده او الجواز ده حل مشكلة اطلاق ازاي فكفية بدأ الله يبارك لكو يعني نرجع للدين كده مشاكل الدنيا كلها التحق ايه هو بقى الجواز وتعريفه عشان الناس تعافي النفوس ما بيصدقه علجنا شوية مشكلة الجواز العرفي وممكن تقنينه وممكن اثباته في المحكمة ولكن جواز التجربة بقى اثبته ازاي اقول لان كنت داخل اجرب لا اصل والله يعني جربته والموضوع ما جاش على هوايا مارتحناش مع بقى يعني حد يفهمي بس القصة ده الجواز او الزواج باللغة العربية هو اجاب وقبول وشهود دعو دول واشهار واعلان خلاص تمام كده توفرة الاركان دي والشروط دي يبقى احنا كده اتجوزنا شارع عند مقزون عرفي عرصيف اي مكان ده زواج واسمه زواج صحيح شارعي زواج شارعي طيب البكر لابد من ولي لابد من ولي ولكن السيب فيه اراء وتدربة الاراء ولكن الرأي الغالب هو لابد برضو من ولي دي الاركام بتاعت الجواز ما حدش يجي يخترع لنا ما حدش يجي يقول لنا جواز تجربة ما حدش يجي يقول لنا وانا بيقصفيه شرط احنا نقول لنا ثلاث سنين وقابل الثلاث سنين الشروط ما توفرتش فانت ما تعمل لي شرط جزائي بقابل مرة وانا بقى يعني على جنب كده شرط جزائي بقى نستقبل تليفون معنا تليفون اوكي طب لحد ما يجي تليفون فأي شرط يخالف شرع الله اي شرط يخالف ما امر به الله شرع قانون لا يعتد به طب لما نيجي النهاردة بنتفق على اهم شرط وهو شرط الدايمومة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع من اجلها الزواج رحمة سكينة دايمومة معايه سؤال معاي ايو انا حضرت هلو استاذة اسراء معانا هلو شكرا شكرا طب كان ايه سؤال يا جماعة خدتوا سؤال طب لحد ما رسولي استراءت تعرف تكلمنا تاني لما خالف الشرط دا وجيه الاستاذ بعد كده قال احنا ما اتكلمناش في الدايمومة يا جماعة احنا التجربة هنا للأزواج اللي اختلفوا وتخنقوا وجايين يتطلقوا فقالنا يعني نعمل لهم عقد لأ حضرتك العقد دا يبقى اسمه زي ما اي حد عقد اتفاق ونبعت عن كلمة زواج انما الزواج تجربة زواج يلا بينا نجرب زواج يعني لو ما ارتحتش اقول لها باي باي بس انا بقى فضلت ورا الموضوع دا عشان نفهم هو كان عايز ايه من ورا الموضوع دا غير البروباجندا بقى والشهرة اللي هو يعني بيبدع فيها منافس الفيديو يوم رأس السنة وهو فيه مول شهير بيشتري الجهاز بتاع وكان بيجاوز فبيتع يباها ويتفخر ويقول لنا ايه بقى انا جاي اشتري العفش التاعي والجهاز التاعي وانا راجل ما بقبلش مراتي تجيب الشاي في البيت بس انا ما بكتبش قايمة وعلى فكرة انا جاوزت كتير دي مش اول مرة بس المرة دي مختلفة فانا عرفت ايه السر ورا انه هو ابدع لنا هذه البدعة واضح انه هو يعني عنده صدمات كتير في حتة دي يعني ادفع مهر كتير وايما كتير واترفعت عليه قضايا كتير فانا يعني قال لك المرة دي بقى ايه اجيبها بقى ايه بجميلة وكل الستات بعد كده معنا تليفون استاذ مين استاذ خالد استاذ خالد اه اي فاند معي ماذا حدرت كده بقى الحمد والله اتفضل فاند اولا استاذ احمد ايه انا لسه كنت بقول ان استاذ احمد محدش تبلع عليه ده هو اللي تلع فيديو لايب يعني بيقول بنفسه انه هو يعني اجوز كتير وبعد ما اجوز كتير كان ادي بقى الفكرة انه هو مش يخلي اي فتة اجيب له اشياء في البيت و لكن هو مش هيكتب قايبة المنبر بتاعنا في مصد هنا هو الاختر طبعا طبعا اللي بناخد منه الاختر طبعا بناخد منه تو تعليم الشريعة كمام و شارعتنا ايمة على الزواج اكيد الزواج الحلاق اكيد الستات او البيت بعدتا عام بشاخته ها اجرب به اكيد طبعا سي Partnership لي اساس الحياة واساس البيت تمام فمعنى ان انا اقترح على الناس ان انا اعمل حاجة انا زوجت اجربة انا مش موضوع ان انا بقلل بمفسر حاجة بس انا اعلم كتير ان انا اتكلمت حاجة زي كده يعني فيه ناس في قوامات كديرة اول في مصر هم اهل لها الاظهر ردي اخواني طبعا واول حد يتكلم في الموضوع ده وات فاضلة الكمام الأكبر طبعا طبعا الدكتور احمد الطيب هو طبعا اه اللي تولى ان هو يرده وطبعا اسمح حدثك انه مو رد وتكفل بالرد ربنا تحضر الله في القرآن الكريم بيقولوا من اياتيها الخلقة لكم من انفسكم ازواجا اللي تسكنوا اليها سكن مش اللي تجربوا فيها صدق الله الله لتسكنوا صحيح فحاجة زواجة تجربة لا هذه التجربة فشلة سبت طبعا بفوق الدماج اصطل لها حقوقها لازم تتخذوا دي موضوع موضوع المش عارف الواحد مستقى جدا من الموضوع ده احنا كلنا يفندم كلنا يسخالد مستقين فعلا اللي حصل ده واي اتفاق يخالف شرع الله فهو باطل ولا يعتد بيه مهما كان هو ايه اتفقوا بقى على ورقة منفصلة اتفقوا بقى على عقد اتفاق اتفقوا اتفقوا اي اتفاق يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فهو باطل بطلانة مطلقا ولا يعول عليه حتى امام القضاء فدي قاعدة قانونية كلنا ماشيين بيها وربنا استرها علينا كلنا يعني بناتنا ويعني احنا مجتمع شرقي احنا مجتمع شرقي ازاي نق اقبل بهذا اللفظ الزح شكرا لأستاذ خالد وشكرا لتصالك الجميل اللي اسعدنا واستاذ خالد نورنا بتصاله صراحة وده احساس كل حد فينا كل حد غيور على عرضه وعلى شرفه نستعذن استاذ المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل موضوع الزواب التبرور اشتركوا في القناة 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 معيك مع ماته وبابا اجبالي معيك؟ مش عجبك اجبك امشي روحي فين؟ يعني القلم كمان انه هو بتايفر طول الوقت امشي روحي فين اسراء 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 امشي روحي فين انت مش قاعدة ببيتك مش ده مسكنة زوجية امشي روحي فين نا نا قاعدة مع ماته وبابا بيت عيلة بس انت ملكيش مسكن خاص فيه ماته كان ده بده باسم بابا وبابا كل كلمة يا هديني اختي احنا منك هعبتك فين بيتو دينك معيك؟ فيه اطفال يا اسراء؟ معي اطفالة معاها عندها تبع سوء طب اتفضل بسؤال سؤالك يا اسراء سؤال ان انا بالواسي رمانيجي ناسراء يقولي مش عجب انت تعيي دي يا عميل اللي تعمل دي وقاعد كمشي شكرا يا اسراء قال شكر بسوا يا جماعة الحالات الفردية دي واللي هترجعنا للموضوع بتاع الحلقة الحالات الفردية دي منفعش اسمع من طرف واحد انا سمعت من اسراء دلوقت كلامها اقضعنا كلنا وسعبت علينا صح؟ ما اسمعناش من طرف تاني مقدرش احكم مقدرش اقول لها لا اعرفعي قضية وعملي ولا اتطلقي ولا اتجاوزي ولا كساري لا مقدرش بيبقى لازم لازم في الاحوال الشخصية تحديدا اسمع من طرفين اللي وصلنا لزواج التجربة واللي على شاكلته بتيجي الزوجة مقهورة مظلومة مع اساس جناحتها يعني الدنيا معها خربانة فنقول لها لا خلاص ايه سيبيه وتطلقي فالأستاذ الزميل لما جاء عادهم بقى مع بعض وابتدوا يتراضوا قالك ايه بقى خلاص هعمل ما بينهم اتفاق ويبقى الاتفاق ده ملزم للطرفين عشان يجي في تحبقهم مع التاني بقى ايه يطلع للعاد فخلاص كده كارت بلانش انت اللي غلطان لأنا اللي غلطان يا جماعة قوانين الاحوال الشخصية ما بتتحلش كده الجواز والطلق مش لعبة البيوت وهدمها مش لعبة ارجوكم هنحل مشكلة سواء بقى قضاء او رضاء لازم نسمع من الطرفين لازم حكم من اهلها وحكم من اهله زي ما ربنا قال وشرعه قال نرجع للشريعة نرجع للكتاب ربنا نرجع للشريعة الاسلامية اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها مش اختراع جديد الجواز ده ما نزلتش جديد احنا لسه عارفينه مش الاستاذ احمد مهران لسه ابدع الزواج وبيعلم هنا نرجع للشريعة الاسلامية نرجع للدين الاسلامي نشوف الكتاب والسنة قالوا ايه قصما برب العزة ما هيبقى فيه مشاكل خالص وتقريبا هيقفلوا محكمة الاسرة انما ماينفعش نسمع من طرف وطرف تاني اه في النهاية وانا معايا يعني دقيقة ولكن الحديث مش هيخلص الموضوع دوت وان شاء الله لنا لقاء تاني اه الزواج سكن رحمة مودة بيت اطفال ماينفعش يخضع للتجربة ماينفعش اقول اما جر لا سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا دقيقة ماينفعش اقول بعد دقيقة لما يتعد دقيقة وبقى حلو جميل اكمل معايا اي اتفاقية خالف شرع الله قلنا هو باطل الزواج لابد ان يكون دائم اه ابدي لا يجوز الاتفاق على الزواج المتعة او الزواج المسيار او المؤقت او اي مسمى غير الزواج الشرعي الذي يقوم على ارقين اجاب قبول ولي اشهار اعلان ما عنديش كلام تاني ممكن اقوله في الموضوع دوت احنا نتقدم ببلاغ ضد الاستاذ احمد مهران ببلاغ للنائب العام في موضوع الغلاف الجميل بتاع الكتاب ولينا لقاء تاني باذن الله في احدى الموضوعات اللي بتهم كل بيت مصري والى لقاء اخر واتمنى اكون دفع خفيفة عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة جاية اشتركوا في القناة